يتساءل الكثير ما هي القوانين أو التغيرات التي ستدخل حيث التنفيذ هذا العام حولت أنا ريم أن أجمع لكم معظم المعلومات الهامة التي بدأت مع بداية هذا العام أو التي ستدخل حيث التنفيذ خلال هذه السنة وسأبدأ معكم بكل ما بدأ فعليا مع بداية هذا العام لذلك أعطوني انتباهكم وتركيزكم لأنها معلومات تهم كل شخص يعيش بالنمسا أولا كتارات جديدة كتار ليلي من فيينا إلى باريس ثلاث مرات في الأسبوع مع وصلة ناجد جديدة من زوري إلى أمستردام على شبكة الكتارات الليلية التضخم وارتفاع الرواتب ارتفاع معدل التضخم إلى معدل 3.3% سيؤدي إلى ارتفاع الرواتب بشكل أسرع من المعتاد زيادة رواتب العاملين بالرعاية بمقدار 1.8% زيادة رسوم الوصفات الطبية لتصبح 6.65 يورو ورسوم البطاقة الصحية لتصبح 12.95 يورو الإصلاح الضربي البيئي والاجتماعي سيزيد سعر لتر الديزل حوالي 9 سنتات ولتر البنزين حوالي 8 سنتات موقفات المبتدئين المبكرة بدلا من التقاعد المبكر بدء ما يسمى بموقفات المبتدئين المبكرة وستبلغ زيادته في المعاش التقاعدي للعام الجديد ما بين 1.8% و3% توفير تكاليف الكهرباء الخضرائي بالكامل سيوفر العملاء التكلفة الكاملة للكهرباء الخضراء مما سيؤدي إلى تقليل العبئ على الأسرة المتوسطة بنحو 110 يورو سنويا زيادته تمويل استبدال سخنات التدفئة والتي خصص لها أكثر من نصف مليار يورو هذا العام وسيتم زيادة التمويل السابق من 5000 إلى 7500 يورو وللأسر ذات الدخل المنخفض سيتم دعم ذلك 200% تكاليف المكتب المنزلي يمكن للمستقلين بعملهم خصم التكاليف مثل الجار أو الكهرباء أو التدفئة تخفيض الحد الأقصى لمعدل الفئاتة للتأمين على الحياة من نصف بالمئة إلى الصفر تعزيز المزارعين ضد التجارة سيكون المزارعين وشركائهم أمين مظالم خاص بهم تجديد قانون السلاح على الشخص الذي أدينا وبذلك يعتبر موثوقاً لاقتناء وحيازة سلاح قانوني مع تجديد إصدار بطاقة ملكية أسلحة جديدة قانون ملكية المنازل أصبح أكثر خضرة تغييرات جوهرية لمالك أكثر من 650 ألف وحدات سكنية في النمسا وابطلاء الأغضل لقانون الوحدات السكنية حماية المرأة من العنف سيجرى تحسين مراكز الحماية من العنف بميزانية 5 ملايين يورو لتمكين النساء والفتيات ميزانية كياسية بمقدار 3.25 مليار يورو للإجراءات الأمنية وتعزيز الحماية في المستشفيات الموت الرحيم أصبح من الممكن المساعدة عن الانتحار أو الموت الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو ميؤوس من شفائهم المسافرين الخارج ستكون إطارات الشتاء إلزامية في فرنسا وتتحول سلوفينيا من المرسق العادي إلى المرسق الرقمي للطرق وتعمل إسبانيا وبلجيكا على تشديد مناطقها البيئية في عدد عدة مدن وتخطط ألمانيا لفرض إلزام حمل الكمامة في مجموعة الإسعافات الأولية للسيارة استمرار مساعدات كورونا المعروفة وسيبقى صندوق المصاعب والمكافأة الافتراضية متحين للشركات حتى مارس ثانيا القوانين التي ستدخل تبعا طائرة هليكوبتر جديدة للجيش وإعادة هيكلة ستصبح الأقصام الخمسة السابقة في المكتب المركزي للجيش ثلاث مديريات وسيكون للرئيس الأرقان وظيفة المزدوجة كجزء من الوزارة ومدير عام للدفاع الوطني كما سيحصل الجيش على إجمال ثمانية عشرة طائرة هليكوبتر متعددة الأغراض من طرازي ليونعدو الإيطالية انتخابات المجالس المحلية في النمسا السفلة في يناير وفي تيرول انتخابات المجالس المحلية والرؤساء البلدية في فبراير أما في بورغلنانت فهي في الخريف التطعيم الإجباري اعتبارا من فبراير فصاعدا من المتوقع أن يبدأ التطعيم الإجباري ضرائب جديدة على العملات المشفرة بحيث سيتم فرض ضرائب من مارس على العملات المشفرة مثل الأسهم بنسبة 27.5% وبغض النظر عن المدة التي تم الاحتفاظ فيها بالأصول رخصة القيادة الرقمية وملصق وقوف السيارات الجديد في فينا ستتوفر رخصة القيادة الرقمية وبداية من مارس سيتم تمديد ملصق وقوف السيارات ومنطقة وقوف السيارات قصيرة الأجل في فينا لتشمل المدينة تباكملها كما ستم توحيد فترة الصلاحية والمدة ارتفاع رسوم ORF ستزداد رسوم الراديو وتلفزيون النمساوي ORF وذلك في مارس على أقرب تقدير بمقدار 5 إلى 60 سنة سيتم زيادة المكافأة العائلية سترتفع مكافأة الأسر من 1500 يورو إلى 2000 يورو ومن يوليو سيتم زيادة علوة الأطفال لذول الأجور المنخفضة من 250 إلى 450 يورو ولتشمل جميع العمال وفي اليو ستم تحصيل رسوم ثاني أكسيد الكربون ما يعني أن مصادر الطاقة الضارة بالمناخ ستصبح أكثر تكلفة وسيعاد توزيعها كمكافأة المناخ وتنخفض ضريبة الأجور والدخل وتزيد علوات الأسرة المسافرين إلى النمسا بداية من سبتمبر لن يتم وضع ختم الوصول للمسافرين إلى النمسا وسيتم إنشاء ملفات إلكترونية شخصية لجميع المسافرين وتحديد بصمات الأصابع وصور الوش التعليم الأساسي الرقمي في المدارس يضاف مادة أسس التعلم الرقمي مرة أسبوعيا بداية من الخريف للفصول الأربعة الأولى من أهائس والمدرسة المتوسطة كما ستكون المدرسة الصيفية مفتوحة للطلاب الذين لديهم احتياجات خاصة مع كواعد أكثر صرامة لأولئك الذين يتركون المدرسة الحد الأدنى من التحصيل الدراسي لطلاب السنة الأولى بداية من الأول من أكتوبر يجب تحقيق ما لا يكل عن 16 نقطة أيت ست اس في أول فصلين دراسيين لمن يكونوا بدراسة الهباكاليريوس أو الدبلوم الطلب النشط على الاستثمارات المستدامة يتعين على مستشري البنوك في الخريفة المقبل أن يسألوا جميع العملاء فيما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية مثل صناديق التأمين على الحياة الانتخابات الرئاسية سدبت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ولم يقرر الرئيس الحالي أليكساندا فانديا بيلن بعد ما إذا كان سيترشح لفترة رئاسية ثانية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء